بسم الله الرحمن الرحيم أعطيك ولفعافية اليوم إن شاء الله سنبدي بالدرس الثاني في مادة الاحياء طبعا إحنا خلصنا معا χد الأولى وخلصنا الدرس الأول من الوحدة الثانية الدرس الثاني بتتكلم فشكل عام عن الانقسام الخلوي وعن أنواعه تمام؟ أسبال؛ optimized إحنا بنحك عن الانقسام الخلوي نقعد بتتكلم عن العمل اللي رح تنقسم فيها الخلية أوكي طيب الانقسام الخلوي بنقسم إلى أنواعين هاي في معلومة خليها في بالنا إليه القسام الخلوي بانقسوم من نوعين أول نوع أنا بسميه الإنقسام المتساوي تمام والانقسام الثاني أنا أش بسميه الإنقسام المنصف طبعا كل واحد فيهم باختلف من ناحية الأهمية هاي أول معلومة باختلف كل واحد فيهم وين المكان اللي راح يحدث فيه هاي الإنقسام بشكل عام تمام وبرضه حكيانا باختلف كل واحد فيهم من حيث النواتج اللي راح تكون موجودة علينا إحنا في موضوعنا نبحثray اليوم راح نتكلم عن إنقسام المتساوي والحصل الجاي إن شاء الله راح نحكي عن إنقسام المنصف طيب أول شي نبدأ نحكي بسم الله و نبدأ في موضوع أول شي أنا لا أحكي إنقسام متساوي تمام راح نعرف إحنا ليس ما لناه متساوي أول شي أنا بيقول إنقسا لأن الخليوم هاي الخلي المهم الخلي الأصلية ما سوف أكون لها سوف تنقسم صح انقسمت إن xenon كون يصار في عندي إنقسام أنا هذا المعلوم صاحب لن تسمع انه متصاوي لأن عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الأم يساوي عدد الكروموسومات في الخلايا نأخذ بإذن الله انه بالإنقسام متصاوي وأنه سنتج بإذن الله خلية سواء هذه أو هذه بيحتوي على نفس عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الأم يعني اذا الخليان في 46 كروموسوم في الخلايا الناتجة ستكون 46 كروموسوم تمام ؟ والله اذا كانت خليين مثلا بأى كائن حي اخر في اى حيوانات او كان ممكن كان 3ان كروموسوم مثلا او 2 انواج بس الى Tab322 تبعث هذا الشرط لازقه موجود إن الخلايا الناتجة تحتوا على عدد كروموسومات مساوية لعدد كروموسومات الخليان القوم تمام طيب كيف يح Festati على نفس عدد الكروموسومات الجواب لا حسنا نقولaby be now النقصان مقارنة بالكروموسومات أو الجينات الموجودة في الخليه الأم نفس الجينات بالحرف و characteristics عشان نتذكر موضوع الجينات الله يرضى عليكم احنا اخذنا انه DNA اخذنا احنا بالدرس الاول بالحمود النموية تمام؟ قلنا DNA مش عبارة عن سلسلتين بكل متقابلات قلنا انه كل جزء معين من DNA ايش يمثل؟ يمثل جين صح؟ فانا ما احكي عن جين اقاب احكي عن تسلسل عديد من النيكلوتيدات داخل ال DNA طيب الان هذا الكلام شو بهمني؟ بس ايش واحد تعفو لي اياك انه نفس الجيناتнибудь الموجودة في الكراموسوموان في الخليه الام نفس الجيناتها موجودة في كراموسوموان في الخليه النامandal بس هين معلومة ده او اوصلكم اياها نفس الجينات theories يعتبر بالزياد او نقصام المرة تمام؟ الان ال�现م وفي البداية يعني مرحلة واحدة لم تستخدمك وظف مرحلة واحدة لا اكثر احيان من الوجوده من الاجترتفاع الاولى من الانقصام المنصف من التركين الثاني هذه احدى تشب ويلا لا ارجاء y hypothesis بس مرحلة واحدة لي أطوار اللي بسواء الله مرحلة تقسام المتساوي طيب الآن هاي المرحلة مقسمة إلى أربع أطوار مقسمة إلى أربع أطوار وكمسميات راقز معاي كمسميات للأطوار والله التمهيدي استواء انفصال نهائي هاي كمسميات راح نلاحظها نفسها موجود في انقسام منصف ولكن هناك بعض التغييرات طيب هاي الأطوار عبارة عن إيش الشيء عبارة عن انقسام نوا تبعها بأن هناك يجب للإقسامů النُواء السايتواوي لازم السابقة المرحلة إيقسام النُواء المرحلة إلى إقسام النُواء ومرحلة الإقسام endedَ ان لما اتكلم عن انقسام متساوي او انقسام منصف ايا باتكلم عن انقسام النواه تمام باتكلم عن انقسام النواه وصلتها معلوم خليها بالك باتكلم عن انقسام النواه لان انقسام السايتو بلازم بيصير باخر مرحلة من انقسام النواه تمام طيب الان نكمل اوكي الان تمام اوكي قلنا احنا في عنا اربع اطوار عنا اول شيء الطور التمهيدي عنا الطور الاستوائي الطور انفصالي وطور النهائي وهسا راح تتكلم عن كل واحدة فيهم ايش بصير فيهم على السريع اول شيء جماعة الخير ركز معي بالدحكي كان معلومة مش موجودة بالكتاب بس والله اذا جابوها الوزارة راح تكون موضوع شوي يعني سيء فعشان اوضح لكم اي وما تنسوا وجد ضروري كثير تركز معي بهالكلمة احنا قلنا بالحصة الماضية كدورة خلية انه عبارة عن مرحلتين صح؟ قلنا عنا مرحلة البينية صح؟ وقلنا الثاني شيء اشفي عنا مرحلة الانقسام الخلوي طيب واخذنا انه في مرحلة بينية بصير في عنا تضاعف لدي انا اي صح؟ طيب هاي معلومة خلها ببارك يعني الخلاص بدي اوضح لكم هيها اي كروموسوم او اي خلية ها اسمعوا جملتي اي خلية عشان ان ابدأ اعمل لها انقسام متساوي لازم تكون اجباري سبقها مرحلة بينية هاني حكيت الجملة اي خلية لحتى ينعمل لها انقسام متساوي لازم يسبقها مرحلة بينية يعني لازم يسبقها مرحلة تضاعف الدي انا اي الدي اناي لازم تضاعف اجباري ها لازم تضاعف الدي اناي تمام؟ هاي معلومة خليها ببالكم لازم تضاعف طيب بعد ذلك حكينا والله اني بقدر ابلش ايش والله اعمل الانقسام متساوي طيب الان ركزوا معي في الوضع الطبيعي وما تنسوا لي خلية ها اسمع كلام ادي احكيلكم اياه الله ارضا عليكم كلام كثير مهم فنفترض خلية حسن ولدت تمام ودخلت في طور النمو الاول اوكي طيب راح تكون فيها 46 كروموسوم صح ولا لا وبالاضافة فتحت على 46 كروماتيد واني وضحت في الحسن الماضي الفرق بين الكروموسومات والكروماتيدات هذا الشيء انا قلته بعد ذلك الخلية هتدخل في طور التضاعف في طور التضاعف عدد الكروموسومات بظل ثابت 46 كروموسوم ولكن عدد الكروماتيدات ايش راح يصير 92 كروماتيد يعني صار كل كروموسوم شو ما له ذلك زي رسمي هنا صار كل كروموسوم شو متكون شفينỉها idé суشعثين كيف هاي عبارة عن كروموسومتات شفينيzyAxiAاش موجودة ايش فيها اثنين كروماتيد شفين كيف هي عبارة عن اثنين واتضاعف اثنين واحد كروماتيد هاي اثنين كروماتيد يعني احنا هون في مرحلة في مرحلة الأولى بالG1 úngلcap أدد كان تحدد كل كروموسوم شو متكون بس من واحد كروماتيد لكن لما دخلت الخلية في الطور التضاعف صار كل كروموسوم شو متكون من 2 كروماتيد فعدد الكروموسومات تظهر ثابت لا تغير ولكن عدد الكروماتيدات الضعف أنهم بالبداية كان عنده كل كروموسوم بتكون من 1 كروماتيد ولكن طور التضاعف أن صار عنده كل كروموسوم شو متكون من 2 كروماتيد فعدد الكروماتيدات كم رح يكون 92 كروماتيد بعد ذلك الخلية تدخل في الطور النمو الثاني بضلها زي ما هي 46 كروموسوم 92 كروماتيد تمام بعد ذلك اسمعوا جملتي بعد ذلك اش بشرفي عندي تدخل تدخل في الانقسام الخلوي اللي هون احنا بحثتوا اليوم عن اش راح نتكلم عن الانقسام المتساوي يعني الخلية اللي هسا دخلت في الطور التمهيدي من الطور الانقسام المتساوي بتحتوي على قديش بتحتوي على 46 كروموسوم ب 92 كروماتيد هاي معلومة خليها بالك واحد نسأل اياها تمام طيب لتجت لهذا الشيء بنلاحظ ان كروموسومات شو ما لها قصيرة وسميكة شفين كيف جايه هون تون هاي رأس ما تكون اوضفة كثير شفين كيف قصيرة وسميكة هاي اول معلومة طيب بالمنطقة جماحة الخير انا قلتلك قبل شوي ان اقسام متساوي بارا عن اقسام النواة صح يعني انا بالنهاية بد امسك الكروموسومات تحملوني بس انهم بالنهاية بد امسك الكروموسومات الموجود في النواة صح بد اقسمها بالنص بعد ما اقسمها بالنص برجع باكون برجع باكون الغلاف نووي لكل واحد فيهم طب الله يرضى عليكم بالمنطقة جات هيك موضوع خليل بالمنطقة هل ممكن ان انا اقسم النواة اذا انا لسه في عندي غلاف نووي ماسك النواة ومحيطت لي فيها محيطة فيها ما بسبط فاول الشيء ان لازب شو اعمل اتخلص من الغلاف النووي صح؟ فأول شي بيحكي لكم ايش بيصرفي عنا بيقول لكم يتفكك الغلاف النووي طيب بعد ما يتفكك الغلاف النووي ايش بيصرفي عنا هل النوية بظلها موجودة أكيد لا رح تغتف النوية طيب هاي شغلتين احنا صلنا قائلينهم احنا اخذنا بالحسة الماضية اخذنا انه في طور النمو الثاني اذا ما تذكرين قلنا يتم بناء قلنا يتم بناء البروتينات المسؤول عن تصنيع الخيوط المغزلية صح؟ هل شغلتنا قلنا طيب هاي البروتينات اللي انا صنعتها المسؤول عن تصنيع الخيوط المغزلية تمام واش بيصير فيهم قل لك هون هون شو بيقول لك بيقول لك يبدأ بالتحقون يتوري يتحرك دسمان المريكزان نحو قطبي الخلية المتقابلين يعني هون ان في عندي ان هون في عندي مريكزان هون في عندي ايش كمان برضو مريكزان هذول مريكزان اللي هون بروح شو بعمله بتجو على اقطاب الخلية بحيث تكون كل واحد مقابل الثاني تمام شوفونا كيف رح سيرو بصير كل واحد مقابل الثاني تمام طيب وبتبلش الخيوط المغزلية تطهر هون معلومة هي خليها ببالك لا الله يرضى عليك هون شون تنتوش ان كاتب لكم ومثلما تبدأ بالظهور او تبدأ بالامتداد ولكن ركز قلنا تبدأ بالامتداد لكن لسه ما مسكت في الكروموسومات يعني الخيوط المغزلي اوكي بلاش يطلع من المريكزان لكن بالنهاية ما رتبط بالكروموسومات لسه شمالها دوعا بطلع لسه تمام فاذا خلاصة من الطاور التمهيدي تمام الطاور التمهيدي قلنا اخوان خلاص بالمنطق الله يرضى عليكم كون الخلية سبقت في مرحلة بينية يعني سبقت في تضاعف الديان اي بالمنطق الكروموسومات كيف رح تكون قصعة سريع قصيرة وسميكة اخلصت منها تمام طيب وهون انه هون شو قلت لكم انه كل كروموسوم يكون شو متكون من 92 كروماتيد تمام وهذه الكروماتيدات بشو مرتبطة بنقطة مركزية سوري ببروتينات مركزية اي اش اسمها القطعة مركزية يعني هاي القطعة مركزية هي مسؤولة عن ارتباط الكروموسوماتيدان بعضها البعض ثم هاي القطعة شو اسمها اسمها السنترومير ايها السنترومير طيب وبالمنطق احنا قلنا جماعة الخير انا بدي اقسم النواة هل بود اقسم النواة والغلاف النووي عندي موجود لا لازم اتخلص منه فهون هون شو قلت لك اتفكك الغلاف النووي طيب المركزين اللي انا صنعتهم بالأستور بالطور النمو الثاني انا هون ايش بدي اعمل فيهم بدي ابلش اخليهم يتجهوا على اقطاب الخلية طيب يتجهوا على اقطاب الخلية وبعدين فهون هون شو بحكي بقول لكم بيبدأ الخيوط المغزلية بالظهور طيب حلو كثير الآن الخيوط المغزلية في اطاور الثاني وصلت للكروموسومات طعم وصلت للكروموسومات فان هون بايش دخلت انا دخلت فيها الطاور الاستوائي اللي هو الثاني طور الآن انا سمعته استوائي لان الكروموسومات تترتب على خط وهمي وسمى خط استواء الخلية تمام؟ عشان تفهموا لش هيك سميناه نحن سميناها استوائي لان الخلية راح تترتب على خط وهمي وسمى خط استواء الخلية تمام؟ طيب الآن فان الكروموسوميهيا ما أاء كروموسومات ماذا أجدونهم؟ انا كنت هو المupported منaginto وكل بساطة انا بلاقي ان في عندي خيط مغزل يماسك باول كروموسومات وعند ثانية خيطة مغزلية Optical in and Tr möihin من هنا قال ثانياً أين مسكوا ؟ خيوة مغزلية ما فقط بالستماع لهم الخيوط المغزلية ظلمت بمرايكزان الموجود في المنتصف الخلية وقتها بحكي لك هنا راح نلاقي ان كل اياتهم اصطفوا على منتصف الخلية وهو معلومة الله يرضى عليكم لا نسألها تمام؟ كثير مهمة كثير 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 مهمة هون انا شو بلاحظ؟ هون انا شو بلاحظ؟ بلاحظ انه ولا كروموسوم جاي جنب الثاني شو كل اياتهم تحت بعض من البعض؟ شاهدين كيف؟ يعني مستحول الله تلاقيهم هون كروموسوم و هون كروموسوم مستحيل، شو بتلاقيهم؟ هيك تحت بعض صف واحد ما بيسudge واحد جنب الثاني حتى لو اننا ق seinerلقين عن كروموسومات متشابهة أو كروموومات اين متماثلة و看到 السماء و هناك معcond Libre أزواج كروموومات مثلا تقول مثلا عن زوج كروموومات 1 وهؤلاء تكون من كروماسوم que جاء من الأب 었ل方 Eating!! تمام وضعفه اي صارو هيك كل واحد مشو متكوون من اثنين كروماتيد هذول اثنين ها لو فرضو مد افترض هاد هيو وهاد هيو شو بلاقيهم مش جن بعض من البعض وان بلاقيه من كيف هيك اخط واحد ما بلاقي هاد هون جاي مستحيل تمام هاي معلوم خليها ببالك طيب بعد ذلك راح ابدأ بطور انفصالي يعني راح تبدأ الخيوط مغزلية اللي كانت ماسكة هون تشد لهون وهي بعضو راح تشد لهون وهي راح تشد هيك وهي راح تشد هيك هذا الشيء هل يؤدى ؟ يؤدى الى انتصال الكروماتيدات عن بعضها البعض تمام بشا هننا تحكيانا هون الكروموسوم متكمن من كروماتيدان شقيقان صح انت ذول اثنين تعملوني بس مش هدول اثنين عبارة عن الكروماتيدان شقيقان تماما اسانهم بها هي مرحلة انها هون قاع ببدي Bluetooth بش Geez見て معدير change ذو هون تشفوه ليهاها مش هننا بشا هى اعبارة عن كروموسوم كامل ولكن هذا الكromيسوم تكون من أول كروماتيد وهي أثاني كروماتيد هنا هذوا سمعتك من اثنين كروماتيدてان شقيقان تمام الان خلال طور الإنثصالي هذ هؤلاء كروماتيدان شقيقان انفصلوا تمام ف هاي راحة لجهة و هá راحة لجهة وهذول المستقبل نشرح اه والله اس� رح يكونونولي كل واحد فيهم رح يمثل الكروموسوم تمام یعنى الولاي كل واحدةIGN رح يمثل كروموسوم يعني هون احنا قبل قليلة فالمعلوم خلاف باك الله يرضى عليكم ونحن قلنا بهاي مرحلة انا عندي 92 كروموصوم بـ 42 كروموصوم بـ 42 كروموصوم وانا لسه بطور استواء ننسي الشيء عندي 46 كروموصوم بـ 92 كروموصوم وهي التوضع شفينك فهي يبارى عن اول كروموصوم من شو متكون من 2 كروموصوم هاي الثاني كروموصوم فيه 2 كروموصوم ثلاثة كروموصوم 2 كروموصوم وهكذا لحتى اخلط 46 كروموصوم كاملين تمام؟ طيب الان بعد ذلك اجيت ان هون اش عملت بدل ما كان كل كروموصوم متكون من 2 كروموصوم رأيت ان مساكت هذا الكروموصوم وفصلته بالنص تمام؟ فلما فصلوا راحت كل واحدة بجهة راحت هاي هون لمكان وهي راحت برضه لجهة اخرى تمام؟ فلو قدام بالنهاية ها هون بالنهاية ان هون اش لحظت؟ لحظت انه كل كروموصوم منهم راح كوولي كروموصوم لحاله تمام؟ يعني انو والله لما كان في عندي كروموصوم ومتكون من اثنين كروموصوم في هاي المرحلة وبعدين راح انقسمه وكل واحد في مرحلة خلية معينة تمام؟ بلاحظ نفسه شايفين كيف؟ هاي الكروموصوم شايفين اللي هون؟ هايو شايفين كيف؟ هايو تمام؟ وهاي الثاني هادهو وراح وهاي الثاني تمام؟ وينو؟ هايو شايفين كيف؟ فهون اش عندي بالاخر نتج؟ برضه خلي بتحت على ستة اربعين كروموصوم ولا كيفية كم كروموصوم؟ ستة اربعين كروموصوم تمام؟ وبرضه ايش فيها؟ ستة اربعين كروموصوم برضه ستة اربعين كروموصوم مثل الشيء؟ ما اصرف عندي ولا اي تغيير بالمرة تمام؟ طيب، اذن حكينا اجمعت الخير في الطاور الانتصالي عشان اني هيك بحب شوي عن مراتيك سوتي علي قلنا في الطاور انتصالي تنكمش الخيوط المغزلية و لما تنكمش الخيوط المغزلية رح تنفصل كل كروماتي دانش غيقان عن بعض مال بعض هي هيك رحل جهة و هي رحل جهة و نتيجة هذا الشيء تتحرك كل الكروموسوم نحو قطب الخلية يعني هي رايح لها هي رايح لها هي رايح لها وهكذا تمام؟ طيب فبحكي لكم ان بالنهاية اصبح عند كل قطب من الخلية مجموعة كاملة من الكروموسومات الابنة شاهدين كيف؟ صار فيها مجموعة كاملة من الكروموسومات الابنة والله هي فيها 46 كروموسومة بس بدل ما يكون كل واحد فيهم فيها 42 كروموسوم 92 كروماتيد زي هاي ان هون اشفي عندي 46 كروموسوم بـ 640 كروماتيد وهو نفس الشيء 46 بـ 640 تمام؟ طيب الان بقولك معلومة كثير مهمة بقولك انه شكل الكروماتيدات في الطاول الانتصالي يكون على شكل حرف V هذا الكلام ما بشوفه نتيجة عملية السحب طيب الان باجع على طاول النهائي انو والله فصلتهم هو امور امتكتكة وخلصنا هس انا اش باجع بعمل؟ برجع بكون الغلاف النووي شايفين لي اياه؟ هاي عبارة عن زي اات الغلاف النووي تمام؟ فانتوه شو بقولك؟ يبدأ الغلاف النووي بالظهور مما يعني النواة والنواية برجع بتكون مرة اخرى تمام؟ هون الكروموسومات متضاعفة ولا لا؟ لا مش متضاعفة هون تحملونها الله يرضى عليكم ان هون قلنا شمال الكروموسومات متضاعفات؟ هناك 46 كروموسوم شايفينه؟ وكل كروموسوم شو متكون قلنا؟ من 2 كروماتيد يعني ايش؟ متضاعف طيب باجع على طاول استوائي هون شوف عندي برضه 46 كروموسوم وكل كروموسوم شو متكون؟ من 92 كروماتيد يعني برضه كروموسومات متضاعفة طيب بطور انفصالي لسه هون صار في انخسام باجع على طاول نهائي هون لا هون هون ايش في عندي؟ 46 كروموسوم لكن شو ماله؟ 46 كروماتيد يعني هون ايش في عندي؟ كروموسومات شو ما بتكون؟ غير متضاعفة وكونها غير متضاعفة هل بكون شكلها سميف وقصير زي المتضاعفات؟ الجواب لا هون ايش بلاقيهم؟ صار اطوال ورفع فانتشبه كيلك يصبح الكروموسوم ارفع واطول تمام؟ تمهيدنا لعودتها على شكل شبكة كروماتينية خلاص بالمنطق هون الكروموسوم بطل متضاعف هون صار الكروموسوم متكون فقط من واحد كروماتيد تمام؟ فان خلاص ما بداعي يكون قصير وسميك رايح يكون طويل ورفيع تمام؟ طيب وبقول لكم في نهاية هذا الطور بتبدأ السايتبلازم تنقسم وهذا الشي عند الخلايا الحيوانية يكون في منطقة بسم منطقة التخسر هذا الشي انا وضحت الكبرية وضروري كثير تنتبهوا ان انقسام السايتبلازم يبدأ بعد وقت قصير من انقسام النواة تمام؟ طيب الان بقول لكم هون في اي طور من اطوار المرحلة بينية تصنع البروتينات المسؤولة عن السايتبلازم التي تدخل في تركيب الخيوط المغزرية قلنا تدخل في طور النمو الثاني صح او لا؟ طيب الان نجعل انقسام السايتبلازم انقسام السايتبلازم يختلف من خلايا حيوانية لخلايا النباتية ليش؟ لون حكينا بالخلايا النباتية بتحتوا على جدار خلوي واذا منذكرين في الدرس الاول قلنا جدار الخلوي متكونا جماعة الخير يتكونا السكر شو اسمه السليلوز سوري هاي قلنا شو اسمه السليلوز وحكينا السليلوز شو ماله بعطي الجدار الخلوي المروني والقوة يعني خليه مرن شوي فهذا الشي رح يؤدي الى تغيير في العملية اللي بحدث فيه انقسام السايتبلازم تمام؟ طيب فهم اشبع الكي لها بقول لكم انقسام السايتبلازم في الخلايا الحيوانية مختلف تماماً عن انقسام السايتبلازم في الخلايا النباتية فهذا الشي يعني والله كيف صار مثلاً في الخلايا الحيوانية قال لك يا عمي احنا فى عنا منطقة في الخلايا شو اسمها؟ منطقة التخصر واقولك هاي منطقة مقاذا تحتوي؟ على نوعين من أنواع الالياف تمام؟ أو مق慮 البروتينات وتحتوي على الياف من البروتين الاكتن الأكتن أو الأكتين تكمية الفضوء زي ما بدكم وعندنا نوع الثاني زيئات من البروتين المايوسين أو المايوسين مثل الشيء أخيوط الأكتين المايوسين إذا أريد أن أشرحهم ما بزبط أشرحهم هون هاي أشياء متعلقة في أعتقد كانت شو اسمها أعتقد بأخذوها طلاب الطب في السنة أولى وبرض أخذوها طلاب التوجيه في السنة السابقة ثرى ومنتم معكم في السنة النهاية مش داخل معكم لأنها صراحة الآن مش داخل معكم كان فصل أول يعني إنو والله خيوط الأكتين والمايوسين شو وضفتهم أو وين بدخلوا هذا الشيء ما يكونش فيه مرة بس قديما كان يدخل مع طلاب التوجيه صراحة تمام فقال لكم هاي خيوط الأكتين وخيوط المايوسين بعملوا مع بعض عشان إيش يعمل إنقباض للخلية أو إقباض للحلقة يعني إن إنقباض اللي حصل في هاي منطقة وأدى إليه حدوث التخصر من سببه البروتين الأكتين المايوسين تمام هذا السؤال بشو بفيتكو وهي الشيء يجعل لها سؤال بكل بساطة بقولك والله دعم إنقسام الساتوبلازم في الخلايا الحيوانية يتم في منطقة ماذا تسمى؟ بتقول ل مسنتقدverbs أتخصر طيب هاي أول معلومة اثنين ممكن والله يسألك خيوط الأكتين المايوسين تمام المسؤول عن إنقسام الساتوبلازم يتم في الخلايا الحيوانية ولا النبتية تريد حسر الكذاها في الخلايا المايوسين عندها شكرا عند اشياء اخرى راح اتكلم عنها تمام فهذا الشيء خليلي بالكم واحدين ساليا اذا حكينا يا جماعة الخير الله يرضى عليكم بالبداية في الخلايا الحيوانية يحدث انخسام الساعتو بلازم في منطقة ايش اسمها منطقة التخصر منطقة التخصر على ما تحتوي على الياب من البروتين الاكتين وعلى بزيئات من البروتين مايوسين الاكتين ومايوسين شو بعملوا بعملوا مسؤولين عن انقباض الحلقة فما حلقة تنقبض شو بصير في عنا بصير في عنا تخصر يعني هاي بتنزل تحت هاي بتنزلت حتى بالاخر بصير تخصر ينفصلوا تروح كل واحد لحال طيب خلطنا من قصة هاي على الخلايا نباتية انهون ايش في عندي قلك يا عم لي هون انقصب يكون مختلف وشو سببه وجود الجدر الخلوية طيب هاذ الشيء طب والله طب كيف رح يصير هل في عندي منطقة تخصر زي الخلايا الحيوانية الجواب لا انهون ما عندي تخصر طب انهون والله شو عندي قلك يا عمي في عنا عضية شو اسمها اتسام قولجي اعتقد انتو ما بتعرف اتسام قولجي شو وظفتها معنومة زيادة على جنب للحاب يعرف شو قصة اتسام قولجي اتسام قولجي هو عبارة عن عضية موجودة جوا الخلية مسؤولة عن تصنيع الحويصيلات يعني معنى آخر تخيل انت في عندك والله مصنع والله انتاج عصائر عصير مثلا والله يوفينت الكهيكو والله يوفينتك دزق من هذا مصنع مسؤول عن تغليف والله الاكياس او تغليف الباكتات هاي مكان التغليف وما لذلك انا بالخلية انا شو بسميه اتسام قولجي فعالين حرفيا مشابه لجسم مسري مشابه للقسم مسؤول عن تغليف لك والله الباكتات او العصار وما لذلك نفس الشيء تمام فاتسام قولجي جوا الخلية هي مسؤول منها عن انتاج الحويصيلات عن التغليف اللي انا بديها فحكى لكم يا عمي الله رضا عليك بانتسام الخلايا النباتية رح سير في عندي كلاتي انا عندي حويصيلات طالعة من التسام قولجي تمام طيب قلك هاي الحويصيلات وينها اوف شو بتكون قلك بتصطف في منطف الخلية شفين كيف هائه هام باللون الاحمر استففوا في منطف الخلية تمام قلك بعد ذلك بعد ذلك اندمجوا مع بعضهم البعض وكمانولي ما يسمى الصفيحة الخلوية هاي اللونها احمر قلك بعد ذلك الصفيحة الخلوية شو ما لها ها شو ما لها راحت ارتبطت للغشاء ال والذي من انه ارتبطت بمين؟ في الغشاء ال ال بالذي من مرضى بما نcriptت للغشاء ال ال Pelязمي لهنا يوجدiele مكونات موجودة بالصفيق الخلوية يوجد انتاج الجدار الخلوي بعد ما اجت الصفاح الخلوية اسمعوا عندي من اول جديد بعد ما اجت الى حوالي ناجم من اتسام جولجي استفدت في ممتصفة الخلية وبعد ذلك اندمجوا وكوانو له صفاح الخلوية وبعد ذلك صفاح الخلوية مسكت بالغشاء البلازمي شو راح يصير اقول لك راح يصير انه في عنا مكونات موجودة بالصفاح الخلوية مسؤولة عن انتاج مكونات من الجدار الخلوي فهوان انا ايش بلاحب تم تكوين جدار الخلوي وصلت هاي معلومة انا افصلكم اياها فانتاج الفانتاج مكتوب وبعد ذلك يندمج الغشاء الموحيط بالصفاح الخلوية بايش مندمج في الغشاء البلازمي ومن ثم ينشأ الجدار الخلوي من مكونات في الصفاح الخلوية وبهذا الشيء اللي بنتج خليتين من فصلات ومتطابقات للخلية الام تمام؟ لحد المرواد حيو ما بدهاش ايش اوكي الان كاهمية للانقسام متساوي هيك بصفحة سريعة كثير شو حكي ان هون اهميتها بكل بساطة تركز معي اول شيء كثير مهم لنمو الكائنات الحية احنا بالاساس شو اصلنا؟ اصلنا عبارة عن حيوان منوي بويضة صح؟ تم تقصيب هاي بويضة وتم تقصيب ما يسمى البويضة المخصبة او احنا منقول لها الزايقوت لنفس البويضة مخصبة بعد ذلك هاي بويضة مخصبة حدث انقسام متساوي وبدل من خلية اصارت خليتين بعدين كل خلية انقسمت برضو انقسام متساوي فهون شو اعطاني اربعة بعدين الاربعة برضو انقسموا شو اعطاني ثمانية بعدين انقسموا شو اعطوني ستعاش وهكذا لحتى بالنهاية تكون عندي جنين اللي هو انسان بيحتو على عدد كبير جدا من الخلايا فاول اهمية اهمية انقسام متساوي ضرورة جدا لندمو كئنات الحية تمام؟ هاي معلومة كثير سهلة وبداش اي شيء اثنيا اياما الناس مننا وقعت اياما الناس مننا جرحت اه اللي جرح اللي وقع اللي انطرح وما لذلك والله اللي احترق او زهق اشياء طب هاي الخلايا الى على الجلد مي مسؤول عن التجديد تباحها؟ انقسام متساوي تمام؟ فانا برضو بلجأ للقسام متساوي عشان اعوض او استبدل خلايا التالفة او والله خلايا عندي دمرت خلايا احترقت خلايا انثار والله فيهم كشط هاي الاشياء كيف يدعوضها؟ برضو من خلال الانقسام المتساوي طيب في بعض الكائنات الحية عندها القدرة على ما يسمى التجدد زي مين؟ زي وراء السحلية ونجم البحر طيب شو يعني القدرة على التجدد؟ يا معنى اخر قدرة الكائنات الحية على تعويض دزء فقدته تمام؟ هذا الدزء كيف رح تعوضه؟ من خلال الانقسام المتساوي فبرضو اقسام المتساوي مهم لبعض الكائنات الحية التي لديها القدرة على التجدد تمام؟ هاي مثال المهمية انا بقدر اتكلم عنها رابع شيء باجي برضو عن موضوع التكاثر لا جنسي اذا في معلومة كتير مهمة التكاثر لا جنسي بصير اما في كائنات بتكون والله بتكون من خلية واحدة فقط لا غير او والله بيحدث في كائنات بتحتوي على اكثر من خلية زي شو زي نباتات تمام؟ طيب الان من الكائنات الوحيدة الخلية اللي والله متكوض من بس من خلية واحدة وصير في تكاثر لا جنسي زي مين زي والله بقول كوناء الخميرة بالمقابل من الامثلة على الخلايا التي تحتوي على اكثر من خلية وبرضو في تكاثر لا جنسي زي مين زي الهيدرة والنباتات تمام؟ بس هاي معلومة كتير مهمة هس بحكي لكم بشكل عام كفكرة عام عن التكاثر لا جنسي حكي لكم بكون اسرع من التكاثر الجنسي وهذا الشيء بالمنطق كثير سهل بالمنطق اسألنا عشان نعمل والله او والله اي كائن حي عشان نعمل تكاثر الجنسي لازم بالبداية يكون في عنا اللي هو معنا اخر يكون في عنا اذكر صح؟ يكون في عنا الانثى تمام؟ يعني معنا اخر هون ايش يحتاج الشريك؟ يحتاج البارتنر تمام؟ هاي اول معلومة خليها بالك طيب ولكن بالمقابل تعال اتكاثر لا جنسي لأ شخص واحد فأذكر او انثى بغل نظر شو نوعه يعني يعني هيك نحكي بشكل عشوائي تمام؟ خلص شخص واحد لا يطلب وجود شخصين فهذا شيء ايش راح يكون اسرع من حدوث تكاثر الجنسي فهون طيب اتكاثر لا جنسي بكون اسرع من التكاثر الجنسي هاي اول معلومة خليها بالك وهم ساليها طيب اثنين كون ان ما عندي ما عندي والله شريك لان والله في عند مثن شخص واحد تمام؟ شخص واحد وهو نفسه راح يكون به ايتكاثر ورح ينقسم وتكاثر بالله عليكم شرح يكون من النهاية هذا الشيء الخلايا الناتجة متطابقة جنيا للخلية اصلية متطابقة صح؟ ان والله في عندهم مثل هاي والله في عندهم خلية اصلية نفس هذه الخلية بدون وجود أي شريك آخر خاص لحالها والله بدأت تنقسم إلا خليتين طب الله يرضى عليكم مش هذول ثنتين ناتجات رحكونوا زي الأصلية أكيد رحكون نسخة تبقى الأصل صح ولا لا ليش نسخة تبقى الأصل لأنه ما عندي خلية أخرى يعني إحنا والله بتكاثر الجنسي أنه هون والله شوفي عنا بويضة مخصبة وإجاهها ميوان هون والله إجاه حيوان منوي صح؟ إجاه أشياء آخر فهون أصارف عندي كروموسومات من الحيوان منوي وعندي كروموسومات من البيضة مخصبة فالنواتج فيها شوية اختلافات رح تكون مقارات بالخلايا الأصلية لك والله بتكاثر الجنسي سوري والله بتكاثر لا جنسي هل أنت في عندي والله خلية أخرى ما عنديش عنديش غير خلية واحدة فقط لها غير ها هون شوفي عندي بس الخلية الأم وحدة وهي نفسها رح تنقسم بالنص تمام فوقتها بالمنطق الخلايا الناتجة إيش رح تكون رح تكون والله متطابقة جينيا ومتماثلة للخلية الأم فبالمنطق الظروف الممكن تأثرة على الخلية الأم نفسها تأثرة على الخلايا الناتجة صحة ولا لا؟ إنه بالنهاية نفس الجينات إذا والله خليتين نفس الجينات بالمنطق أي شيء رح تأثرة على هذه الخلية برضو رح تأثرة على الخلية الثانية تمام؟ فالثانية بس معلومة كثير مهمة الآن فلعنا موضوع الربط بالطب هاي آخر شيء بحسته اليوم الربط بالطب جماعة الخير في عنا خلايا تسمى الخلايا الجذعية أوكي خلايا جذعية غير متمايزة شو يعني خلايا جذعية غير متمايزة الآن مصطلح كخلايا جذعية هل ستشان تفهموني وما تنسوا لي أنا أقول الله والله ما أتكلم عن خلايا جذعية فقط لا غير أنا قاعد أتكلم عن خلية لديها القدرة على إنتاج خلنا أحكي لك مجموعة أو جميع أنواع الخلايا موجودة في جسم الكائن الحي معنا آخر في خلايا جذعية والله معلومة زيادة في خلايا جذعية والله عندها قدرة على تصنيع كل أنواع خلايا الجسم بمقابة مثل في عنا خلايا جذعية والله مسؤولة عن تصنيع نوع معين مثل والله مسؤولة عن تصنيع والله خلايا الدم سواء حمراء بيضاء صفائح ومئل ذلك فهنا عنا أشفي عنه أنواع يعني تمام الآن كمصطلح خلايا جذعية غير متميزة يعني هي عبارة عن خلايا جذعية للاسة محددية اشترك توصير لسه هاي خلية جذعية لحد الآن لديها القدرة على تصنيع مختلف انواع الخلايا تمام؟ فحكي لخون الخلايا الجذعية الموجودة في المراحل الجنينية انا معلوم خليها ببالك انتبه عليها الخلايا الجذعية الموجودة في المراحل الجنينية شو مالها؟ لديها القدرة على إنتاج جميع أنواع الخلايا أفرجيكم هاي الخلايا بالكتاب وموجودة شفو لي إياها شايفين هاي مرحلة من إنتاج الجنين هاي الخلايا اللي بالنص هاي 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 بس بس أضع اللي لهم أصفر أضع شو اسمهم خلايا جذعية هاي الخلايا جذعية من قدام إيش رح سنعو لي رح كونولي كل أعضاء الجسم رح كونولي الرأس الكبد الريئة لكل أي شيء موجود في الجسم الكأن الناحي أو بالجنين رح سنعو لي إياه تمام فهون إحنا اسميناهم خلايا جذعية غير متميزة أن هون لساهم لسا كانوا كيلة وكبد والرأس وكذا كانوا كذا وكذا مثلا, لسا خلايا غير متميزة بعدهم ما أصارarat للخلايا لخلايا كبد le خلايا الطلب ومقم لذلك طيب أنا ولست مرتبطا بخلايا جذعية لأن قلنا أنتوا بقرب قدس الطوب على تسنيع مختلفانوا عن خلايا فهون بدأي الخلاصة أشبعون لك بقول لكم هذه الخلية جذعية لأني قبل شوي فرجتكم إياها تمام عشان تروح تنقسم والله هاي مثل والله أنا بدأ أصنع خلية مثل والله خلية عصبية أنا عشان أصنعها وهون في عندي خلية جذعية لازم أنا هون شو أعمل بكل بساطة هاي الخلية جذعية بعمل منها نسخة أخرى تمام هاي نسخة أخرى ونفسها هاي الأصلية باجأ شو بعمل فيها بحولها إلى خلية عصبية بعملها تمايز تمام تمام فهون طول شو بحكي لك بقول لكم تنقسم الخلية جذعية تمام لإش هاي خلية تنقسم لإنتاج خلية تستمر بوصفة جذعية وخلية أخرى تتمايز شافين كيف فان هون في هاي طريقة إش عملت أنا أوكي أنتجت خلية عصبية ولكن هون ما إلعبت أو ما غيرت أو ما قللت من مخزون الخلية جذعية يعني هاي الخلية عشان تنقسم بوصفة عصبية قبل أي شيء عملت منها نسخة عشان أحافظ على المخزون من الخلية جذعية فهمت علي فهون بحكي لك الخلاصة من إربط بالطبع جماعة الخير في عنا خلال مراحل جنينية عبارة عن خلية جذعية هاي الخلية جذعية بتكون شمالها غير متمايزة تمام لسا مصايرة لا خلية عصبية لا خلية كبد وما إلا ذلك تمام هاي أول معلومة وقلنا سميناها جذعية لأنها عندها القدرة على إنتاج جميع أنواع الخلية تمام قل لك هاي الخلية اش بصير فيها بتنقسم فبالما تنقسم شو بتعمل قل لك بتنقسم عشان تنتج لي خلية جذعية أخرى عشان حافظ على مخزون من خلية جذعية هاي أول معلومة بالإضافة بتنتج خلايا شمالها بتكون متمايزة يعني والله رح سير خلايا عصبية والله خلايا القلب خلايا أي شيء بذكية تمام خلس بحكي لك الخلاج جذعية صاروا يستعملوها من جديد تمام في والله العلاجات والله واحد عنده ضرر في عضاء متضررة ومن ذلك فإحنا بنقدر نرجع للخلاج جذعية هذا الشيء تكلم عن موضوع العلاجات بالخلاج جذعية ولا من ساعة تيما بخلص عفين بيدي حسطين يعني صراحة ويوجدوا بالخلصة فأنا بفضل صراحة إنه هيك نلتزم بس بالكتاب بدون أي شيء زيادة بس توضيحات وبس تمام ويعطيكم ألف عافية وهي عبارة على ملخص للمتسام المتساوي كثير لطيف وحلو شافلية جذعية لكم ملخص مرتب وما في أي شيء تمام ويعطيكم ألف عافية يا رب ترجمة نانسي قنقر